أرحب بكم مشاهدين في هذه التغطية الخاصة وفي آخر الأخبار سمعت صافرات الإنذار في كريات أتاوى في محيط مدينة حيفا شمال إسرائيل وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عشرة صواريخ على مناطق وسط الجليل وحيفا وأكد الجيش أنه اعترض بعضها حول آخر المستجدات في البلدات الشمالية أرحب بأدهم حبيب الله أهلا بك أدهم ما هي آخر الاستعدادات الإسرائيلية في هذه الأثناء والمستجدات على الحدود الشمالية بداية دعنا نبدأ الساعة الأخيرة التي شهدت العديد من الغارات التي قام عفوا قصف صاروخي من قبل حزب الله على العديد من المناطق لسيما في منطقة الجليل الغربي الجليل الأعلى سمعت صافرات الإنذار في عدد من المناطق الجبهة الداخلية الجيش قال بأنه اطلد عدة صواريخ تم إطلاقها في الساعة الأخيرة من قبل حزب الله في تلك المناطق التي ذكرناها دون وقوع أي إصابات أو أي ضرار ولكن هناك صوت ضخم وقوي جدا للطائرات الحربية الإسرائيلية في العديد من المناطق لسيما هنا بالقرب من مدينة تينهرية من منطقة شلومي تم الإعلان عنها قبل قليل بأن منطقة عسكرية مغلقة خرجنا من تلك المنطقة على ضوء هذه التعليمات التي أعطيت من الجيش الإسرائيلي قبل قليل على ضوء التطورات لسيما التقارير التي تحدثت عن اقتراب موعد بدء الاجتياح البر والعملية العسكرية البرية الإسرائيلية في داخل لبنان لذلك بداية نرصد آخر التطورات نحن نتحدث عن أكثر من عشرة صواريخ على الأقل تصوب من لبنان تجاه البلدات الإسرائيلية شكرا لك أدهم ابقى معنا وأتحول إلى سعيد محاجنة أيضا من الحدود الشمالية أرحب بك سعيد ضعنا وأرصد معنا آخر المستجدات يعني نبدأ داليا بهذا الخبر العاجل فوفق شهود عيان لبنانيين في هذه اللحظات يؤكدون رصد تجمعات عسكرية كبيرة إسرائيلية أمام بلدة الوزاني في جنوب لبنان الحديث يدور عن تجمع لعشرات الدبابات والأليات العسكرية في هذه اللحظات أمام بلدة الوزاني تحديدا فيها الكطاع الشرقي للحدود اللبنانية الإسرائيلية على ما يبدو أنها مقدمة للدخول البرى على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي الآن بدأ بالاقتراب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتجمع بالقرب من الحدود لربما قد نشهد خلال الساعات القادمة بدأ هذه العملية البرية لنبدأ أيضا من الغارات الجوية التي استهدفت أيضا قبل قليل أو في الساعة الأخيرة إذن نستطيع القول أن الجيش الإسرائيلي اليوم ركز أغلب ضرباته وغاراته الجوية وأيضا القصف المدفعي على مناطق واسعة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية لا نتحدث عن مناطق في العمق اللبناني لا نتحدث عن مناطق في المدن اللبنانية كسور وبيروت وصيدة وبعلبك صحيح أنها تعرضت لبعض هذه الغارات ولكن اليوم الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة وأيضا نتحدث عن قبل بضعة دقائق مناطق واسعة عشان عليها غارات موسعة وأيضا وأنا نتحدث الآن القصف المدفعي مستمر بشكل عنيف نتحدث عن عشرات القضائف المدفعية الثقيلة يتم استهداف المناطق المحاذية للحدود من منطقة رأس النقورة وصولا إلى منطقة شبع نتحدث أيضا عن غارات جوية وأيضا استهدافات مكثفة من المدفعية في منطقة كفر كلا الخيام أيضا منطقة العديسي وأنا نتحدث الآن الحديث أيضا يدور عن قصف عنيف جدا يستهدف بلدات كفر كلا والوزاني نتحدث عن مناطق قريبة جدا على ما يبدو هذا يشير لأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الدخول البري من القطاع الشركي للحدود اللبنانية الإسرائيلية نتحدث عن مناطق الممتدة أو القريبة من منطقة المطلة وأيضا شمال كرياتشموني هذه المناطق والقريبة أيضا من جنوب جبل الشيخ وصولا إلى المنطقة في إسبع الجليل نتحدث عن القطاع الشركي هذه المنطقة تمتد على مسافة خمسة كيلومترات أو ستة كيلومترات من منطقة الغجر وصولا حتى كرياتشموني على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات يكون بالتمهيد للكوات التي ستدخل عبر الاستدفات المكثفة إذن تجمع لعشرات الدبابات أمام بلدة الوزاني كما أفتنا السعيد ولربما هي إشارة لاجتياح بري وشيك على لبنان ابقى معنا سنعود إليك بطبيعة الحال في السياق هذه النشرة أعود إلى أدهم وفي آخر المستجدات مرة جديدة أهلا بك أدهم أريد أن نضيف على ما قاله الزميل سعيد محاجني في كل ما يتعلق أولا بأمر الجيش الإسرائيلي تحويل بعض المناطق لا سيما في منطقة إصبع الجليل نحن نتحدث عن المطلة كفارق العدي وأيضا منطقة رأس عفوا في تلك المنطقة تحديدا المطلة وأيضا حتى كفارق العدي كل هذه المنطقة هي منطقة عسكرية مغلقة وبمجب هذا القرار ماذا يعني أمر منطقة مغلقة بمجب صلاحيتين وفق البندين لقوانين الدفاع الإسرائيلية والقائد العسكري هو المسؤول عن تلك المنطقة إغلاق المنطقة المحددة يتم إغلاقها للدخول والتواجد يعني قبل عدة أيام كان بإمكاننا التواجد في تلك المنطقة الاقتراب منها حتى حدود كفارق العادي هي متاخمة أيضا وقريبة جدا من ملدة المطلة إغلاق تلك المنطقة لسيما وإن إسرائيل وضعت هناك الحواجز الإسمنتية ببداية الحرب بعد توجيه حزب الله صواريخ يعني كانت مضادة للدروع كانت تصل مباشرة نحو المركبات الإسرائيلية ماذا يعني هذا القرار؟ أولا بالموافقة الكتابية لا يجوز لأي شخص الدخول إلى تلك المنطقة الأوامر يمنى على أي شخص أو ضابط الدخول إلا للضرورة الهامة ووفقا للتشريعات ولكن المخالفون قد يتعرضون لعقوبات قانونية تنفيذ الأمر بدأ في الساعات القريبة يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من الثلاثين من سبتمبر وحتى إشعار آخر اسم المنطقة تعرف هذه المنطقة باسم منطقة جيم واحد هذا ما أعلن عنه قائد المنطقة الشرمالية أوري غورين فقط نشير ذاليا قبل قليل انتهى اجتماع في مقر القيادة الشمالية بحضور أوري غورين بالإضافة إلى عدد أيضا كبير من الضباط الإسرائيليين تم الإطلاع على الخطط العمليتية تم المصادقة على الخطط العمليتية المتعلقة بالاجتياح البري في جنوب لبنان الإطلاع على سير العمليات وأيضا في هذه النقطة يمكن الإضافة بأن حالة الاستنفار وتمديد حالة الطوارئ لسيما التصريحات الإسرائيلية التي كانت اليوم على لسان وزير الأمن أيضا إلى جانب التصريحات وأيضا بعض التقارير الغربية كلها مؤشرات على بدء الاجتياح المرتقب لجنوب لبنان سنوافق بالتفاصيل بعد ذلك إذن التصريحات الأخيرة فيما يتعلق بالعملية البرية الوشيكة في لبنان شكرا لك أدهم حتى هذه اللحظة وابقى معنا وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها إن إسرائيل تقف إلى جانبهم كما أكد نتنياهو أنه لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكن لإسرائيل الوصول إليه أنا أريد أن أتحدث عن قادة إيران في هذا الوقت أريد أن أتوجه رسالة إلى شعب إيران أنا أريد أن أتوجه إليكم مباشرة بدون أي وسطاء يوميا أنتم ترون النظام الذي يهددكم يتحدث عن حماية لبنان وغزة يوميا ذلك النظام يدفع بكم نحو الظلام ونحو الحرب يوميا وكألاءهم يتم تصفيتهم اسألوا محمد ضيف اسألوا نصر الله لا مكان في الشرق أوسط لا يمكن لإسرائيل أن تصله لا يوجد مكان لا يمكن أن نصل لهه لحماية شعبنا ودولتنا في كل لحظة النظام يجلب لكم الشعب الفارسي النبيل إلى الانتكاسة غالبية الشعب الإيراني تعرف أن النظام لا يهتم بكم لو كان يهتم بكم لكان توقف على إنفاق مليارات الدولارات على تعزيز الحروب في الشرق الأوسط كان سيستثمر بكم تخيلوا لو كل هذه الأموال التي أنفقها النظام على السلاح النووي وتجيع الحروب في العالم كان سيستثمر في تربية أطفالكم وفي نظامكم الصحي وفي بناء بنياتكم التحتية المياه وغيرها كل شيء تحتاجونه تخيلوا ذلك ولكن هناك أمر بسيط يجب أن تعرفونه الطغاء الإيرانيون لا يهتمون بمستقبلكم ولكنهم أنتم تهتمون حينما ستكون إيران حرة وهذه اللحظة ستأتي بأسرع مما تفكرون كل شيء سيكون مختلف شعبان الشعب اليهودي والشعب الفارسي سيعيشون بسلام دولتان إسرائيل وإيران ستعيشان بسلام حينما هذا سيحدث المنظومة الإرهابية التي بناها النظام في القرات الخمسة سيتم تفكيكها إيران ستتطور وستنمو كما لم تنمو بالماضي السياحة التكنولوجيا المتجددة التي تستند إلى المواهب الهائلة في إيران لا يسمع هذا أفضل من الاضطهاد والحروب منكم إلى سوهان من شيران إلى تيبريز عشرات ملايين من الأشخاص أجيدون ولديهم خلفية تاريخية كبيرة وينتظرهم مستقبل كبير لا تجعلوا التغاء يقمعون أحلامكم تستحقون الأفضل أطفالكم يستحقون الأفضل العالم يستحق الأفضل أعرف أنكم لا تؤيدون اغتصابات وعنف حماس وحزب الله ولكن قادتكم يفعلون تستحقون أكثر الشعب الإيراني يعرف أن إسرائيل تقف إلى جانبكم لنصل إلى مستقبل أفضل من الازدهار والسلام من جانبه قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بعد اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله إن الحزب يتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية الحزب وهناك بدائل لكل قائد حين يصاب وأكد قاسم أن الحزب سيختار أمينا عاما بأقرب فرصة سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد كما أكد نعيم قاسم إنه بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر وفق قوله وفي إشارة إلى أن الحزب سيستمر في سياسة وحدة السحات قال نعيم قاسم إن الحزب مستمر في سياسة ومواقف نصر الله حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الإغتيالات وقتل المدنيين وفي رسالة تحدي لإسرائيل قال نعيم قاسم من الخيارات مفتوحة مؤكدا مواجهة أي احتمال في حال الدخول الإسرائيلي بريا مؤكدا أن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا فالقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري نحن أعدينا وتجهزنا وبالتوكل على الله تعالى وافقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من هذه المعركة تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله جاءت مع استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق عدة داخل لبنان هذا وقام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في البقاع كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدتي الخيام والوزاني وأغار على بلدات في منطقة صور جنوبية لبنان وفي الصياق تواصل إسرائيل عمليات الاغتيال داخل لبنان فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد حركة حماس في لبنان فتح شريف أبو الأمين مع زوجته وابنيه بغارة جوية إسرائيلية استهدفته بمنزله في مخيم البص جنوبية لبنان وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي في غارة في العاصمة بيروت ثلاثة من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهم محمد عبد العال وعماد عودة وعبد الرحمن عبد العال في أول غارة إسرائيلية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت بارح ساعة واحدة بالليل قصفها البنائي الموجودة خلفك حد بنايتنا اللي هوني استهدوا في الطابق الخامس بما أنه كان الكل دايمين صوت الصدر الانفجار كان كتير كتير قوي هزت المنطقة لا لا أتوقع أنا أساس منطقة آمنة أكيد هوني مننا جبهة حرب هوني في عيال في ناس في نسوين في ولاد صغار وكنا متفاجئين بهالموضوع اللي صار أكيد خايفانين كل العالم بتخاف لأنه في عياله في الولاد نحنا مننا بجبهة نحنا بمنطقة مستقرة استقرار شغل وعالم وناس ومنطقة شعبية من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني كما دع ميقاتي خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انتخاب رئيسا للجمهورية فور وقف إطلاق النار أكد لي دولة الرئيس بري أنه فور وقف إطلاق النار سيتم بدعوة مجلس النواب لانتخاب رئيس توافقي وليس رئيس تحدي لأحد فهذا الأمر أيضا أعتقد أنهم الإيجابيات التي يجب أن نستفيد منها بأسرع وقت من أجل استقامة المواضيع واستقامة المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة نحن كلبنان مستعدون على فضيق الـ 1101 ومطورة وقف إطلاق النار نحن كلبنان لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني وأن يكون الجيش اللبناني يكون بمهامه كاملة بالتنسيق مع القوات حفظ السلام الدولية في الجنوب فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لعملية برية واسعة في جنوب لبنان وقال وزير الأمن الإسرائيلي أفغالانت مخاطبا قوات سلاح المدرعات قال إن هدف إسرائيل إعادة سكان الشمال مؤكدا أنهم يواصلون الهجوم برا وجوا وبحرا القضاء على نصر الله خطوة مهمة جدا لكنها ليست كل شيء سنستخدم كل الإمكانيات التي لدينا وإذا لم يفهم أحد على الجانب الآخر ماذا تعني القدرات أنتم جزء من هذا نحن نفق في قدرتكم على إنجاز أي شيء أقول هنا للرجال الاحتياط والرجال العاديين كل ما يجب القيام به سيتم القيام به هدفنا هو إعادة سكان الشمال إلى منازلهم ومن أجل عودة سكان الشمال إلى منازلهم سنكون على استعداد لبذل كل جهد ممكن هذه هي مهمتكم وهذه هي مهمة الجيش الإسرائيلي وهذا ما سنفعله وسنستخدم كل ما هو ضروري سنستخدم قواتكم والقوات الأخرى من الجو ومن البحر ومن الأرض ومن جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن إيران لا تسعى إلى الحرب مؤكدا أن بلاده تحاول ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة نحن لا نسعى إلى الحرب جمهورية إيران الإسلامية والشعب الإيراني لا يسعيان إلى الحرب بل يحاولان تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة في الوقت نفسه لم نقف ولا نقف مكتفي الأيدي ضد أي تحرك أو عمل مغامر ضد أمننا القومي أو مصالحنا وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران لن تنشر قوات في لبنان أو غزة لمواجهة إسرائيل لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة للدفاع عن نفسيهما ضد عدوان النظام الصهيوني وليس هناك حاجة لإرسال قوات إضافية أو متطوعين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم نتلقى أي طلب بهذا الخصوص من أي جهة بل على العكس نحن على علم ومتأكدون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة قواتنا التدخلية أعود مرة أخرى إلى سعيد محاجنة أهلا بك سعيد كنت قد حدثتنا عن عشرات الدبابات المتجمعة بالقرب من الحدود الشمالية بالطبع أربع أخبار جديدة في هذه اللحظات أربعة أنباء تصلنا من لبنان الأولى الجيش اللبناني يقوم في هذه اللحظات وبعد مطالبات من كبل اليونيفيل بإخلاء كل مكراته من المناطق الحدودية للبنان وإسرائيل يتم هذه اللحظات إخلاء المناطق من كبل الجيش اللبناني والمناطق القريبة نتحدث بالخبر الثاني قبل لحظات من الآن هذا ذكرني بعام 2006 حينما اندلعت الحرب حرب تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله نتحدث عن ثمانية طائرات مروحية عسكرية مرت من فوق مكان ما أتواجد في هذه اللحظات متجهة نحو شمال إسرائيل هذا يعيدني إلى بداية الحرب البرية لما مر من هنا من طائرات ومروحيات عسكرية مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي نحو الشمال على ما يبدو أنها تقوم بنقل أعداد كبيرة من الجنود بالإضافة أيضا لأنها على ما يبدو أنها تحمل أيضا قاضة من كبل الجيش الإسرائيلي متجهة نحو الحدود اللبنانية طبعا مثلما حدث بالضبط خلال أيام الأولى للدخول البري بحرب تموز 2006 يحدث الآن أما الخبر الثالث فوفق مصادر أمريكية صور الأكمار الاصطناعية تظهر تجمع نحو مئة آلية ودبابة عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في هذه اللحظات وأيضا قصف مدفع عنيف جدا لم يتوقف منذ ساعتين نحو بلدات الوزاني وأيضا كفر كلا نتحدث عن قصف متواصل يستهدف سهل الخيام نتحدث أن سهل الخيام هو بالضبط مقابل لبلدة المطلة أي على ما يبدو أننا بدأنا حقيقة نتأكد من هذا الأمر أن الجيش الإسرائيل الآن يقوم بتمشيط هذه المنطقة لتقوم دبابات واليات العسكرية بالدخول لهذا السهل طبعا هذا السهل سهل الخيام يعني بالقرب من هذا السهل عدد كبير من البلدات اللبنانية نتحدث عن مرجعيون الخيام العديسة كفر كلا مناطق واسعة وهي معقل حقيقة معقل لحزب الله في الجنوب اللبناني وتبعد فقط عن الحدود 1 إلى 2 كيلو متر فقط بالإضافة أيضا لأن كفر كلا متاخمة جدا للجدار الفاصل وأيضا السياد الآن تأكيد لبناني في هذه اللحظات وأيضا من مصادر مكرمة من حزب الله الجيش اللبناني بالفعل يخلي النقاط المراكبة عند الحفة الأمامية عند الحدود الإسرائيلية للإندمام إلى مراكز السراية في البلدات الحدودية على ما يبدو أننا بدأنا نقترب بشكل كبير داليا إلى الدخول البري الآن في هذه اللحظات بحسب مصادر لبنانية الجيش الإسرائيلي يكثف بشكل كبير جدا من غاراته ومن استهدافاته من المدفعية الثقيلة على كل المنطقة الشرقية والحدود الشرقية للحدود اللبنانية الإسرائيلية نتحدث لربما عن مئات وليس عشرات مئات القضائف المدفعية في آن واحد على كل تلك المنطقة إذن تأكيد الآن صحيح حتى من مصادر مكربة للحزب الجيش اللبناني يقوم بإخلاء الحدود نعم وأيضا اليونيفيل كما أفتنا سعيد يأمر كافة موظفيه بمغادرة المقرات في جنوب لبنان وصور الأقمار الصناعية تظهر تجمع أكثر من مئة آلية عسكرية أتحول إليك وأعود إليك أدها مباشرة حدثنا قبل قليل عن تحويل بعض المناطق في الشمال إلى مناطق عسكرية تحت مسمى جيم واحد نعم بداية يمكن القول بأن طبول الحرب بدأت تقرع في المناطق الشمالية مشهد الاستعدادات بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي شاهدته على الأقل من منطقة الجليل الغربي خلال ساعات النهر وقبل قليل باتجاه البلدات الشمالية يسمع ذويه بصوت عال جدا قصف عنيف يرافقه أيضا الاستهداف من قبل الطائرات نحن نتحدث عن أكثر من مئة ناقلة أكثر من مئة وعشرين دبابة على الأقل إلى جانب عربات الجند التي تقوم بنقل الجنود إلى المناطق الحدودية نشير فقط بأن كل هذه المؤشرات هي مؤشرات البداية وشرارة البداية للعملية البرية تذكرني فقط بما حصل في قطاع غزة عندما قام الجيش بتمشيط أولي أو بالضربات الأولية من خلال توجيه ضربات بسلاح المدفعية يليه بطبيعة الحال حزام ناري سينفذ الجيش الإسرائيلي على تلك البلدات لذلك يعني عملية إخلاء المواطنين من منازلهم قبل عدة أيام تأتي في إطار الاستعدادات من قبل الجيش الإسرائيلي لتوغل برا داخل تلك البلدات اللافت هو هذه المرة حول استراتيجية الجيش في كيفية التعامل مع الحرب البرية المواجهة البرية لسيما وأن داليا قضية المواجهة البرية ينتظرها حزب الله يريدها حزب الله وأيضا سعى إليها من خلال الحرب هذه لأنه جهز بنية تحتية شبيهة بقطاع غزة ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن شبكة أنفاق كبيرة كانت هناك العديد من الأصوات التي سمعت منذ عام 2006 من المواطنين الإسرائيليين على طول الشريط الحدود بحجة أن هناك أنفاق بنيت أو بناها حزب الله تحت الأرض وخشة من عمليات تسلل أو عمليات احتلال قد يكون بها الحزب من قوة الردوان وعليه هذا السيناريو أولا سنتابعه في الساعات القريبة بعض القادة العسكريين لسيما السابقين طالبوا الجيش بتصطيح لبنان في مناطق الجنوب والبلدات الجنوبية لسيما نحن نتحدث عن البلدات الواقعة بالشريط الحدودي القريبة جدا من أجل تدمير كافة الأنفاق والاستعداد للدخول برا السؤال هذه المرة لو سمحتي السؤال كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع تلك التحديات وأنا أريد أن نتطرق إلى نقطة هامة كنا قد تحدثنا عنها ولكن اسمع حيليا نتحدث عن ذلك مرة أخرى كافة التدريبات التي أجرى الجيش الإسرائيلي والمناورات منذ عام 2006 لا سيما الوقوف عند الجهوزية من أجل مهاجهة مقاتلي حزب الله في المعركة البرية الجيش الإسرائيلي كان يقول بأن مقاتلي حزب الله أكثر مدربون بشكل جيد لا سيما أنهم خاضوا معارك قوية في داخل سوريا بمحاربة داعش وعادوا منتصرين إليها إلى جانب أيضا التطور التكنولوجي هم لا يستقلون بقوة الردوان التي ستكون بالواجهة وأيضا ستواجه الجيش الإسرائيلي ولكن نقطة هامة من خلال وقوف عند تدريب واحد للجيش الإسرائيلي كان قبل نحو سنتين يحاكي هجوما بريا على جنوب لبنان إسرائيل تريد بهذه المعركة تحويل المنطقة إلى فضاء المعركة وليس إلى ساحة المعركة الهدف الأول هو استخصاء العبر مما حصل في عام 2006 في هذه المرحلة كل جندي مزود بكاميرا مراقبة بالإضافة إلى شنطة ستكون على ظهر كل جندي في حال دخل إلى داخل العمق اللبناني وخرج من خلفه بعض المقاتلين من حزب الله بإمكانه الكبس على هاتفه أو في أحد المماكن وإخراج طائرة مسيرة من الحقيبة التي تخرج وتمتلك هذه الطائرة بطبيعة الحال رشاش يقوم باستخراج الرصاص وأيضا تصويب الرصاص نحو مقاتلي حزب الله لأن كل العمليات التي وجهة الجيش الإسرائيلي كانت من الخلف بالعمليات البرية في عام 2006 ونحن نذكر أكبر معركة هي معركة الدبابات لذلك السؤال هل إسرائيل استقصت العبر والتجارب خلال تجربة عام 2006 لأنها كانت تجربة مدوية وفق التقارير الإسرائيلية اشتركوا في القناة